كنت هبدأ طبعاً بحكاية المدربين، بكسة المدربين، بالرحيل للمدربين الكتير عن الدول المصر أو عن فرق الدول المصر كل موسم عدد كبير من المدربين بيرحلوا عدد كبير من المدربين بيتعينوا مفيش مدرب إلا نادراً يعني بيكمل موسم كامل مع فريقه ده كان ترتيب للحلقة أو بداية الحلقة النهاردة، ولكن يبدو وكأنه خبر عاجل، يبدو وكأنه خبر عاجل إمام عشور، طبعاً حضرتك سمعت أخبار كتير خلال الأيام المضاية مني ومن غيري فيما يخص انتقال إمام عشور للنادي الأهلي معظمنا قال إن إمام عشور خلاص بقى في النادي الأهلي بشكل أكيد وفي بعض الأصوات خرجت وقالت إن إمام عشور عنده أصابة والنادي الأهلي هتراجع عن التعاقد مع إمام عشور أصوات أخرى قالت إنه لا الزمانك ممكن يخش في الصورة تاني، لا بيرامدز موجود والتأخير ليه في الأعلان عن صفقة إمام عشور؟ ده سؤال منطقة ليه تم تأخير الإعلان عن صفقة إمام عشور للنادي الأهلي؟ لو فعلاً الأهلي أتم هذه الصفقة خد الجديد، خد العاجل في هذه اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها في هذه اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها إمام عشور داخل النادي الأهلي إمام عشور الآن داخل النادي الأهلي يجري جلسة التصوير تصوير تقديمه رسمياً لاعباً في النادي الأهلي بقميص النادي الأهلي مرة أخرى في هذه اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها إمام عشور داخل النادي الأهلي عشان جلسة التصوير الخاصة بتقديمه لاعباً في النادي الأهلي خلال ساعات طب يا كريم كان الكلام انه عمل الجلسة التصوير دي من كم يوم لا امام عشور بيعمل جلسة التصوير دلوقتي في هذه اللحظة ومتأكد مية في المية يعني دي كمان مش اللوة ايه مجرد اجتهد لا احنا اتأكدنا مية في المية انه الان في النقدي الاهلي يجري جلسة التصوير طيب ده معناه ايه معناه انه الاهلي انهى كل الامور الرسمية معناه دي كان فيه بالمناسبة يعني ادلك وتقول لكم النهاردة قبل ما اجلنا الخبر ده انه كان فيه بعض التأخير في التحولات البنكية هو ده بس اللي بيأخر الاعلان رسميا عن الصفقة الامور حسمت خلاص تماما تماما واقدر اقولك من دلوقتي امام عشور لاعبا في النادي الاهلي بنسبة مئة في المئة طيب